بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ملة هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض دينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فذية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا تلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم فبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينزر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمعه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نزيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خذرا من سندس ويستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة سواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لي أحدهم جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحافره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحافره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أكل إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أكل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ذلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخطلت به نباط الأرض فأصبح حشيما تذرود فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووزع الكتاب ووزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا بيلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يا بيلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا بيلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لي آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وضريته أولياء من دوني وهم لكم عدو مئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عزودا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد سرفنا في هذا القرآن للناس من كل مسل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحذوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزلوا حزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا برح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحتمي خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركما في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا أولا من فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سأنتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقذ فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأبيل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت وانأعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لهلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأفيل ما لم تفط عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزان الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتمع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتمع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من عدونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إني أجوج وما أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعذهم يومئذ يموج في بعذ ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من ذني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اشتركوا في القناة